شكراً رانا وغيرها من الدول وأيضاً مشاركة صانع أعائلات الكمان اللبناني أرتي إسكندريان على كل حال مشاهدينا رح نتعرف أكتر عن هالمهرجين وبيصرنا نستضيف اليوم الموسيقى ومدير المهرجينات ربال ملاعب أهلا وسهلا فيك معنا بالستوديو قبل ما نبدأ حوارنا معك رح نترافق سوا بطارير خلينا نشوفه سوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ربال أهلا وسهلا فيك مرة جديدة يعني اليوم حضرتك كموسيقى وأيضاً ابن الفنان تشكيل جميل ملاعب ويعني المتحف الشهير صار ببيصور فعليات مهرجينات جديدة عم بتصير سنة عن سنة ومن ضمنها أكيد بإطار موسيقى الحجرة في كتير ناس يمكن ما بتعرف شو هي الموسيقى الحجرة يريد هيك بتعطينا لمحة سريعة موسيقى الحجرة هي الموسيقى اللي بتصير بالأوضة جاي من الإنجليزي تشامبر ميوزيك أكيد موسيقى موسيقى كلاسيكية هي موسيقى كلاسيكية بتصير بإطار أوضة وهي فيها تكون من شخصين عب يعصفوا لوصولاً لثمان أشخاص عب يعصفوا أكيد إذا في ممكن تكون أوركسترا بسموها تشامبر أوركسترا بس اللي بتكون على مستوى الأوضة غير الأوركسترا الفيلهارمونية اللي هي بتكون للصلاة الكبيرة الكبيرة فبالتالي بالمتحف لأنه المكان مناسب للتشامبر ميوزيك فرح عملت هيدا الفستيفل اللي هو للتشامبر ميوزيك على قد ما بيستوعب المتحف من الناس ومن الموسيقين ريبال يعني نفهم أنك المهرجين راح يصير بمتحف جميل ملاعب نعم بالمتحف فيه بالمتحف اللي هو مألف من خمسة وابق فيه يعني خمس صالات فيه صالة هي معمولة خصيصاً لتكون كونسرت لا تستقبل حفلات موسيقية تشامبر ميوزيك وأكيد فيه لوحات جميل ملاعب موجودين بالمكان وهيدا اللي بيخلق أمبيونس جو مثالي إذا بدك للموسيقى لأنه عم بيكون فيه موسيقى كلاسيكية وعم بيكون فيه لوحات فنية خبرنا أكتر بالتفصيل يعني على المهرجين هو راح يبلش بـ 28 هذا الشهر المهرجين أول شيء تأسس سنة الماضية بالصيفية الماضية بالـ 2015 زيماً مع افتتاح متحف جميل الملاعب اللي بلش بعماره وبناؤه من حوالي 6 سنين حوالي سنة 2010 وأنا بالـ 2010 كنت بلشت بدراستي بفيينة فكان عندك بشكل متساوي بناء المتحف وأنا دراستي بفيينة ما كنا عارفين أنه راح نلتقي بالفاستيبال سوا فأنا كنت بوقتي بفيينة وبأوروبا بشكل عام عم بشارك بعدة فاستيبالات وميزيتها أنه عم بتكون موجودة بديعة صغيرة يعني بأوروبا أهم فاستيبالات من أهم الفاستيبالات بتصير بمحلات صغيرة جداً بضيعة مثلاً بضيعة فيها ألف شخص بس وبيعملوا مستوى فاستيبال عالمي جداً مشان هيك يمكن أنقلت الفكرة على بايسور بيهبالي لأنه زيار إعادة المعارض بحيدة الوقت أنا لقيت أنه شوفي شيء بدني مثالي أكتر من أنك تعمل تشامبر ميزيك فاستيبال الموسيقى بضيعة لبنانية فيها مطحف فن في أكل لبناني في سناوبر تأس حلو في حجر لبناني في ناس لبنانيين اللي هني بتعرفي أهل الديع من قطيب الناس في لبنان لما نجيب موسيقين أجانب ما بتعرفي أديش حلو التفاعل معهم متضيع فينا وبيهتمع فيهم بالضبط فلقيت هيدا المشروع مثالي وأجمل من البيسير بأوروبا لأنه نادر لأن الأرض عنا خصبة بتحسي يعني كأنه مثل زرعت شتلي ومبسطت الأرض وضغري طلعت شتلي هكذا كان الفستيفل هكذا كان الفستيفل مجرد ما عملت أول حفلة جمالا الفستيفل بده فترة ليتطور بتعتليهم إذا بديجوا ناس أو لا وكذا من أول حفلة بالفستيفل كان عملنا ثلاث ليالي وارا بعد كانوا في فل في 250 كرسي كانوا في فل وكان في ناس واقفة والناس كانوا المستوى الجمهور اللي هني أهل بديع فوق بمعظمهم 80% منهم أكيد في ناس كانت عم تجي من مناطق تاني من لبنان كان مستوى الاستماع طبعا رائع يعني يعني استمتع بالمسيعة هون لأنه لأنه موسيعة كلاسيكية أنا كنت بدأس لك وبيضايعه وبالجمال قدران ما بتصدق قداش أهل الديع بلبنان محترمين وبحبوا الموسيعة الكلاسيكية وهن مش عارفين هن مش عارفين مثل أنت مثلا فيه شي بتحبيه بس بعض ولا مرة شفتيه بس تعرفت علي اكتشفت أنك بتحبيه فهيك الأهل الديع كانوا كتير عم بيصغوا بشكل كتير حلو والتعليقات بعد الحفلة فيه ناس يعني فيه ناس أكيد بتسمع وبتروح وتحضر في لبنان بيصير في مناسبات بس فيه عشرة بالمئة من الناس يمكن يمكن ولا مرة ولا مرة يمكن ولا مرة شفتي فيه أكيد الناس بتتوزع على يسرع أكيد ربال بيكونوا نبسطوا فيك كمالا أنت من ضايع من فوق يعني بيكونوا كمان هيك يحسوا بفخت ربال اليوم يعني كيف هم تقدروا تنسقوا سوى كرمال يعني كل سنة عن سنة بتحضروا موضيع جديدة يعني اليوم كمان فيه المعرض بيضم لوحات من التاسع عشر القرن التاسع عشر والعشرين وأيضا يعني ناس من بره كيف عم بيصير التنسيق يعني بينك وبين مين أو أنت عم تحطي أكيد بين العائلة يعني أمي وخي وإختي وبي موجودين هونيكي ودائما بيساعدوا ونحن كلنا بالبات بخدمة المتحف إذا فتك عرفت كيف ونحن بنسقين الشغل يعني المتحف هو شيء متكامل بين موسيقى وبين فن وبين أكل الأكل اللبناني مش مش أقل مستوى من أي شيء تاني بالنسبة بما أنه الفاستيفل هو مش بس للشامبر ميزيك اسمه ملاعب فاستيفل فور شامبر ميزيك أنت فاين أرت صحيح بالطبيعة الأساس طبع كل هذا المشروع هو جميل ملاعب اللي هو فاين أرتست السنة رح نعمل معرض للفن اللبناني معرض كتير مهم لأنه نادر باللبنان جميل ملاعب عنده كليكسيون لفنانين لبنانيين من من مئة سنة إذا بدي كان هلو الموجودين لا جميل ملاعب مش مأخودين المتاحف أخرى هو بيملك الأعمال مش مستعدين ولا عمل هو بيملكون وهو عم بجمعهم من أيام دراسته بالجامعة ما عنديش معلومات كمان كتير بقى عندي كلمعرض ابتداء من فنانين مثل داود القرم اللي هو موليدة 52 1852 خليل الصليبي سيزار الجميل مصطفى فروق عمر الأنسي وصولا للكونتنبراري أرتست اللي هني بول جاري جوسيان عارف الريس أمين الباشا ورفيق شارف نعم يجمع القرن 19 والعشرين بالزبط بالزبط يعني أصغر فنان موجود بعتقد هو أمين الباشا اللي هو موليدة 32 على ما أظن يعني معظم الفنانين مش موجودين هلأ 90 بالمئة منهم مش موجودين وبالتالي هذا المعرض كتير مهم لأنه على مستوى معرض وطني لبناني مفروض يصير بالمتحف اللبناني للفن اللي مش موجود يعني حيكون عندهم فرصة لعلم عن جد يشوفوا أعمال نادرة ومش معروفة لقلهم لفنانين كبار هن بس أكيد من فنة 19 يعني عم تحكيك نعم يعني إذا بتزور المتحف رح تشوف بكل بساطة بخلال زيارة تاريخ الفن اللبناني احتخذ فكرة عن تاريخ الفن اللبناني من 150 سنة لا وصولا لجميع الملاعب لهو هلأ حلوك بعده عايش وأعماله موجودة بالصلاة المختلفة يعني فيه صالة للعمال اللبنانية فيه صلاة لجميع الملاعب وفيه الكنسيطر للحفلات الموسيقية مين العزفين رح يكونوا فيه أسماء مهمة هتكون موجودة دايما أنا عم باختار الموسيقيين للشباب الأعمار العشرين والثلاثين اللي هلأ لامعة أسميهم بأوروبا بما أنه أنا عم بشارك بهالفاستيفال بلتقي فيهم وعم بعزمهم من يعني عم بخبرهم عن الفاستيفال وهن عم بيكونوا كتير محمسين ليجوا على لبنان أنا تعرفي قديش هو إكزوتك لبنان هو الفاستيفال فيه فعنا من ألمانيا من بريطانيا من هولندا من سلوفانيا من سويسرا ومن لبنان من لبنان عنا ساري خليفة ماريو الراعي جانا سمعان من سلوفانيا من بريطانيا من سلوفانيا من بريطانيا ومن بريطانيا لدينا جوليان عزئول بيو لبناني ولكنه لم يكن عيش في لبنان ولا مرة كان عيش في لبنان لدينا كمان أمارين سويسما من هولندا ومعزمهم حيزين على جوائز عالمية وكالكم تلعبوا على الإلات الوطرية ولا في بيانيست لأنه لحظت فيولون وفيولا وتشلو لهايدي السنة البروغرام مسائب انه راح نعزف سترينج انسترومنس بس يعني الهيني فيولون وفيولا وتشلو راح نلعب اوكتات من شوستاكوفيتش ومن ماندلسون حتى انا بقسم البروغرام ليكون يشمل مؤلفين كلاسيكيين ومعاصرين مثل الفن يعني عندي ماندلسون اول شي بلش بموزار كلاسيك برجع بنتقل ماندلسون اللي هو رومانتك برجع بروح على شوستاكوفيتش اللي هو معاصر يعني اكسبيرينس راح يكون كتير حلو كامل متكامل بين موسيقى من 200 سنة من 50 سنة ورسل من 200 سنة ساعة وربع ساعة وربع موسيقى راح يكون في حفلتين بس بالنسبة للمعرض راح يستمر المعرض راح يستمر لمدة 3 ايام هلا موسيقى الموسيقى راح تكون حفلة ببيسور بـ 28 أب الساعة سابعة بالمتحف طبعا جميل ملاعب وحفلة بالجامعة الأمريكية ببيروت منشكرهم كمان اعطونا الاساملي هول ورح كرمال كمان نوصل لجمهور أكتر ماذا سألك ليه نقيته وتعملوا مش الحفلتين يعني بـ سنت الماضي عملت ثلاث حفلات ببيسور لقيت انه السنة حلو انه نحط قول كلمة ببيروت كمان يعني قلنا كلمتنا ببيسور وعملت صداها حلو نقول كلمة ببيروت كمان ريبان خيان نحكي عن شيء الثالث من المهرجين قبل ما يدهمنا الوقت سروقتنا قصير المعرض يعني عن كمان الات الكمان لغني الفستيفال أكتر بما انه الفستيفال كمان نادر بيخلط بين الفنون الجميلة والموسيقى رح استقبل ارتي اسكنداريان اللي هو صانع كمانجات لبنانية عالمة عنده كمان بيملك الات موسيقية عمره 200 سنة وعنده آلات معاصرة عملها هوين بالعشر سنين أو العشرين سنة يعني عنا رح يكون في ايطاليا وفرنش فيلنز من القرن الثامن عشر ويمكن السابع عشر وعنا رح يكون مودرن فيلنز من عمره عشر سنين يعني رح يكونوا معروضين يعني اذا بدك فيه هلأ اجتني فكرة سمي الفستيفال شي تاني يعني من قرن الثامنة عشر للقرن الواحد وعشرين عنا فن من موسيقى لآلات لرسم طيب هلأ بلشتوا هلأ المهرجان بعد ما بلش بس انه تبالش من هلأ تحضر المهرجان اللي جاي شو معقولي تغير فيه يعني بلشت حط هيك مخطط ولا رح ضل ماشي بالمهرجان مثل يعني موسيقى مهرجان رح يضل للموسيقى الفنون الجميلة رح يتغيروا البروغرام البروغرام الموسيقى رح يتغير الموسيقيين رح يتغيروا والأعمال الفنية رح تتغير بس فكرة المهرجان ما بدي يعني بهمني كثير الكواليتي مش الكوانتيتي بهمني دلوا محترم بالقوضة بالصالة طبع المتحف مش أكثر ببال بس هم تكون مختصرة يعني حفلة موسيقية واحدة بإطار المهرجان كله مش أكثر يمكن عم بيكون في إلنا ببيصور و ببيروت صحيح يعني حفلتين مش إنه يوميا شي شي ممكن محد بيخد وقت كل شي كوالتي في أقل منه عدد كيف كم مهرجان في لبنان ما بعرف يعني معدودين بس ناح برأيك سيكون هيدا المهرجان قالوا موقعوا بين المهرجانات اللي عم بتصير يعني مش هدفي كتير هالموضوع هدفي صراحة صراحة بسيط جدا هدفي إنه نعيش الموسيقى والفن كطريقة حياة مش هدفي إنه يصير عنوان وما بعرف شو حتى الدخول مجاني هاي شغلة كتير مهمة والتمويل كليا شخصي ما في أي شي من بره يعني هو عبارة عن استثمار بيور لي بالسقافة ولا في أي شي من بره ولا في أي هدف آخر غير إنه بيور موسيقى الهدف هو هدف سامي جدا بس إنه تعيشي أسبوع بالسنة موسيقى وفن مش أكتب ولا قاد ربال مناعب شكرا لحضورك معنا اليوم يعطيك ألف عافية ونحن نطمني لك توشيء دائم والنجاح أيضا بمسيرتك الموسيقية اللي ما كتير تعرفنا عليها اليوم بركبي لقاءات أخرى شكرا